جمهير النادل آله كابتن هيسم بما أننا بقى أنه موجود معاك لازم أستغل التوادي يعني الاهتمام كبير جدا حاليا بألعاب الصلاة وما بقاش فيه حاجات خلاص ألعاب شهيدة وكلام من هذا القبيل فبعض النتائج مزعالة جمهير النادل آله أنت شايف القصة زي خاصة في اليد والمفاجأة بقى في الطائرة يعني فريق الطائرة فريق الماسترز فريق أنا بقول دايما أنه بجينات النادل آله فريق كرة القدم يعني نتيجة مفاجأة بالنسبة لي بتخسر أمام المنافس 3-2 وبتفقد في الموراة الثالثة وبتفقد فرصة في الحصول على البطولة بس خليني الأول يعني أقول لك بالنسبة لكرة الطائرة يمكن هذا الفريق بالجهاز الفني لهم رصيد كبير جدا طبعا طبعا ويمكن فيه حاجة مهمة أنه مش يعني مخسرناش البطولة بشكل يعني يمكن بعيد أو بفرق مستوى كبير ولكن احنا الآخر نقطة في المباراة النادي الأهلي متمسك بالمكسب وخلينا بس أشرح لكم حاجة يمكن المباراة اللي فاس فيها النادي الأهلي فاس 3-0 المباراة مرايتين اللي تلقى فيهم الهزيمة 3-2 وده يدل لعدين يعني التفوق واضح ولكن احنا مش هنقول نحسبها أشواط والكلام ده كله ولكن هي مباراة في الأول والآخر ولكن حجم المباراة أو الفرقة اللي احنا بنلعبها اتنين أجانب جوم خصيصا للمباراة دي أيضا عودة أحد اللاعبين من الدول الأوروبي كان محترف رجع رضاهيكل فكان في مجموعة كبيرة منضمة ويمكن الاتحاد لكرة الطائرة داهم مساحة كبيرة جدا عشان اللعبة دي تلحق تنضم يمكن أنا برضو عايزة تطرق لده يا أحمد لأنه في كثير من الناس ما تعرفش نظام البطولة تم تعديله بحيث أنه يدي مساحة للنادي المنافس أنه يستقدم اللاعبين الأجانب عشان هما بلعبوا بره فرقهم وعشان تكون الاستغناء أو البطاقة الدولية تكون وصلت فاستحدث بعض المباراة الجديدة في الدوري منها دوري النخبة عشان يطيل الفترة إلى أن ينضم وكل كلام دا أنا بقول كلام واضح مش كلام يعني لأن تعديل بطولة أو تعديل نظام بطولة أثناء البطولة دا مالوش غير تفسير واحد ما فيش أي سبب أن نظام البطولة يتغير والحاجة التانية وهي تعديل المباراة يمكن مباراة الأهلي والزمالي كان لها معاد محدد وتم تأجيلها أسبوع لهذا السبب عشان البطاقة الدولية كن جت لأن طبعا عارف النادي الأهلي هيعترض طبعا أن البطاقة الدولية ما جتش فاضطر يدي أسبوع يأجل المباراة فطبعا مع كل اللي احنا شايفينه دا ولكن النادي الأهلي كان متمسك بالفوز ويستطاع أنه يوصل المباراة الثالثة والحمد لله أن العيبة أدت بشكل جيد ما كفيش تقصير ولا حاجة ولكن فيه رصيد لهذا الفريق وعندنا كأس مصر البطولة الثانية في هذا الموسم عندنا لقاء مع بتوجيتها أحمد يمكن لقاء مهم أن نحن نتخطى ده بالنسبة للكرة الطائرة خليه بس أروح لكرة اليد قبل أن نروح لأخبار الكرة الطائرة وعجبني جدا الكابتن ميلوم صلحي الراجل دا محق أرقامك يا سايا مع الفريق الماسترز ومحق بطولات وفوز متتالي وداخل يعني أعتقد كلنا شايفين فريق الطائرة وأرقامه اللي كانت صعب جدا أن حد فريق طائرة في مصر يكسرها على مدار سنين ومع ذلك بمجرد أنه خسر أمام المنافس طلع قدم اعتذار لجماهير النادي الأهلي وده حاجة طبيعة المدرب اللي ممكن الجماهير يعني تصبر عليه بالتأكيد هو قدم كتير وجماهير النادي الأهلي دايما مع فريق الطائرة عارف أقدمه قدي كتير وأسعدهم كتير ومع ذلك لطلع هاجم جماهير ولا طلع هاجم صفحات وتقبل انتقاد تقبل انتقاد لأنه كان ممكن تجيب محترف تاني ومع ذلك تحمل المسؤولية بشجاعة وقدم اعتذار ومنتظرين كعادتنا في النادي الأهلي اللي اعتذار الشفوي بيعقبه على طول اعتذار عملي في الملعب بالضبط كده فان شاء الله منتظرين لرجالي نادلي قالي الفوز بإذن الله أمام بتروجيت بإذن الله وبإذن تحقيق البطولة التانية بإذن الله كاس مصر